المدينة هم الخلفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وكان شطر من الأمة قلوبهم مع الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام حينما كان بني العباس يبطشون بالناس حتى الناس غير الشيعة كان توجههم إلى الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لذلك السلطة العباسية كانت تخشى جانب الأئمة من أهل البيت حتى والأئمة من أهل البيت لم يخرجوا ضد السلطة يعني من الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في زمان السفاح والمنصور إلى الإمام العسكري الأئمة من أهل البيت ما كان عندهم حركة سياسية أو عسكرية ضد السلطة من بني العباس الدور الذي عينه الله سبحانه وتعالى لهم لم يكن دورا سياسيا أو عسكريا الإمام الصادق والإمام الكاظم كانوا ينشرون العلم مثلا وهكذا صار الأئمة عليهم الصلاة والسلام تركيز أسس الدين والتشيع لكن السلطة حينما تجد شخصا هو الخليفة الشرعي يخافون منه حتى له هو ما يطالب بحقه وأيضا حينما يرون قلوب الناس متوجهة إلى شخص يخشون ذلك الشخص حسنا الآن ما عنده عمل سياسي أو عسكري منه قال أنه في المستقبل ما راح يكون إلى عمل سياسي أو عسكري وطبعا الخائن خائف الإمام الجواد لم يكن له عمل سياسي أو عسكري وهو في مقتبل العمر يعني حينما استدعاه المعتصم إلى بغداد عمره 24 سنة وحينما دس إليه السم عن طريق أم الفاضل عمره 25 سنة لكن يخشى منه يخاف منه وعدهم تجربة قريبة المأمون العباسي أزاح الأمين بجيش خراسان ولعل جيش خراسان مع الأئمة من أهل البيت يجيون يزيحون ملك بن العباس يخافون منهم ولذلك استدعى الإمام الجواد في المرة الثانية ودس إليه السم فمضى شهيدا عليه الصلاة والسلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر